داخل دار حزب الأمة القومي أماط المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تفاصيل تفاهماته مع المكون العسكري عبر مؤتمر صحفي تحدثت فيه قيادات التحالف عن بنود مهمة شملها التفاهم مع المؤسسة العسكرية المجلس كشف عن إقرار كامل من قبل العسكريين بهياك لسلطة مدنية ومجلس للأمن والدفاع برئاسة مجلس الوزراء المدني تفاهمات طر الحرية والتغيير أنها أساس لعملية سياسية قادمة عنوانه الاتفاق الإطاري العملية السياسية الآن أصبحت ممكنة بسبب أنه فيه اتفاق من قوة كبيرة على وسيغة المحامين وأيضا هناك إعلان سياسي سيرى النور غريبا وأيضا لأن المكون العسكري قد غبل بوسيغة المحامين هو اتفاق مبدئي إذن على هياكل الحكم والسلطة في انتظار أن يشمل الاتفاق النهائي قضايا العدالة والسلام دون تجاوز قضية الإصلاح الأمني والعسكري فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وغومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية رسميا لم تصدر المؤسسة العسكرية ما يوضح رؤيتها من مجمل ما تم من تفاهمات مع المجلس المركزي بيد أن هناك من يرى في المشهد بداية فعلية لحل ينهي الأزمة السياسية من الواضح أن العملية السياسية بدأت تخطو خطوات عملية باختيار تواغيت حول التوقيع اتفاق إطاري في قضون عشر أيام وتوقيع اتفاق يحوي التفاصيل نحو شهر أو يزيد كشف نقاط التوافق والاقتلاف بين العسكريين والمجلس المركزي سيحدث تفاعلا داخل تيارات سياسية أخرى تفاعل سيضع العملية السياسية أمام تجاذبات واختبارات يتمنى كثيرون أن لا تعوق المسار نحو حل توافقي ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكا سياسيا تقوده الآلية الثلاثية لتحويل التفاهمات التي تمت بين العسكريين والمدنيين إلى خريطة طريق تؤسس لمرحلة انتقالية أخرى في عمر البلاد نزار البكداوي العربية الخرطوم